الشباب الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان نحييكم بالتحية المناسبة لكم صباح الخير مساء الخير السلام عليكم جميعاً تمنى لكم حياة سعيدة هانئة رغبة حيثما كنتم وأنا ما كنتم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم هنتكلم عن حلقة السادسة في مسلسل فضفضة خمسة لخمسة اللي بتتكلم عن خمس مشاكل أخرى بتوجهها مؤسسات العمل الخيري الاجتماعي ومؤسسات الإنسانية كذلك فأنا بشكر الأستاذة آية بوزينة بأن ساعدتني في المادة الإخراج الفني وكذلك بشكر الشباب اللي هم ساعدوني وانتوا دايماً بذكر عنها سامين في كل حلقة في وضع الأسئلة دي عشان نجاوب عليها اللي هم موجودين أمامنا وخاصة اليوم أنا بذكر الشاب بالاسم مصطفى معاد اللي هو حتى تقريباً أغلب الأسئلة بتاعت اليوم الآن النار سنتحدث في الحلقة السادسة دي عن خمس مشاكل الأولى غياب المنافسة الشريفة والمنافسة الشريفة دي أهم سمات الشرف والأمانة المؤسسات والأفراد شايفين نبرة اللي طرع بها الكلام ده نبرة شباب تقليدية وعفوية أغلب المؤسسات الخارية بتاعنا عنها فيه شباب اللي كان بين الكلام ده عشان كده أنا قلت أحمد الشيخ ومصطفى معاد ثالثة حالة الجمود الفكري لذي يشوف المؤسسات الخارية في الوقت الذي تحدث فيه تغيرات جذرية في المناخ السياسي والاجتماعي لمجتمعات المعاصرة المربعة ضعف المداني المؤسسي وسلطة بعض أفضل عنشطة والتمويل وضعف التوافق بين هناك أنهاك الإدارية وهدف المؤسسات والأخير انشار مفهوم الخير المادي أنا كنت عايزة مش فهمه لكن شرحولي الأستاذ مصطفى معاد لما اتكلمت معاه من يومين وهو في إدلب طيب نبدأ بالمشكلة الأولينية غياب المنافس الشريفة خلوني أقول لكم حاجة واضحة جدا إن مهما كان العمل والتخصص وحيثيته بيجد أمامه شركاء ومنافسين وده شيء مش جديد شيء موجود من زمان منذ عمراءات أو ألاف السنين لكن بعض المنافسات دي بتكون شريفة ووضحة وبعضها غير شريفة فإذا كانت منافسة واضحة ومشروعة وشريفة وصالحة المجتمعات وقانونية احنا من سماء دي منافسة شريفة في بعض الشركات والمؤسسات تتبع أسليب ما فيهاش وضوح فيها غمود غير مشروعية وغير شريفة في الأداء ولا تصلح وتكون صالحة المجتمعات وفي نفسها تغير قانونية التنافس ده ليسه البيئات وإيجابيات يعني لما ننظر لكل المكونات المجتمعية زي الأحزاب السياسية ده الشركات ده المصانع ده المؤسسات زي الدوائر الأمنية زي المجالات التجارية ده المجالات اللي هو العسكرية الأمنية البحثية الإعلامية الدرامية كل الأشياء اللي كلها فيه بين مؤسسات هؤلاء وهؤلاء التنافس بعضه شريف وبعضه غير شريف يبقى أحيان ما نيجي نتكلم نجد أن منظومة التنافس دي موجودة منذ قديم الزمن سواء كان شريف أو غير شريف مشروع أو غير مشروع قوني أو غير مقنوني صالح أو مفصل واضح أو غير واضح اللي ما كانش موجود بقى زمان يا شباب وأنا بتكلم عنه النهاردة بحرقة كبيرة جدا إيه هو أن ينتقل هذا التنافس الغير شريف لمنظومة أخرى لمنظومة أخرى اللي هي منظومة العمل الخيري منظومة العمل الاجتماعي منظومة العمل الإنساني في مؤسستها اللي هي دي موجود من قبل وضع متعرف عليها وانتصل لدرجة التنافس بالخماسية بتاعتها اللي احنا قلنا عنها قبل كده اللي هي الشفافية ومرتنية إلى الجمعيات العامة اللي عاملها في المجالات الخيرية ليه؟ لأنها بترفع شعارات أخلاقية نبيلة نبيلة مثالية لها قيم وشعارات دينية فده من الصعب عليها وعليكم منك تستوعبوا أن مثل هذه الجمعيات لا ترفع هذه الشعارات يكون التنافس بينها وبين قراناها وزملائها غير شريفة ليه؟ لأنها بترفع شعارات معناها إيه؟ تفعيل المجتمعات شعارات مفعيل المجتمعات ممكنة للمواطنين مغنية للفقراء والمساكين هادية إلى دروب النساك المتعبدين مؤطلة للسياسات تغليب مصلحة المستضعفين ومحاربة الفساد والمؤسسة المفسدين محافظة على مقدرات المهمشين ممن ليس لهم حول ولا قيمة ولا معين راسما لمستقبل تسعد في أفلية المالية فاللي غير مقبول أن نجد مؤسسات هذه شعاراتها هي للتنافس مع بعضها البعض أو بعضهم التنافس مع بعض من الفسادة غير شريفة غير واضحة غير أخلاقية غير قانونية وكذلك غير مشروعة شريحة البعض ليه أنا يعني أنا يعني زي ما تقولي قلبي وكلني كده أو زعلان شوية زعلان شوية لحدة أمور هشرحها معاكم أول حاجة إحنا لما بنمسك جمعية أو مؤسسة بيكون عندنا سلطان سلطان نفوذ وسلطان مال نعتقد أننا أنا أصبحت مدير أنا أصبحت رئيس أبص لمن حولي من الفقراء والمسكين على أنني أغنيهم وأدفع لهم الرواتب وأدفع لهم مش أنت اللي بتغنيهم وكلما ازدادت الميزانية كلما ازداد سلطاني ونفوذي ده خطر خطر وفساد في شخصية المسؤولين عن هذه المؤسسات لأن المال والنفوذ والسلطان التي تمتعون بي في هذه المؤسسات هو مال عام وملكية خاصة يعني إيه مال عام مال عام نتعامل فيه معاملة المال العام التي حددت أتر التعامل فيه كافة الحكومات في العالم تفق عليه وملكة خاص طبعا المال ده ملكة خاص أو الجمعية نفسها ملكة خاص ونحف ده كرر وكرر 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 إن الجمعية اللي أنت قاعدة على رئاسة دي مش ملكك هي ملكة الفقراء والمساكين هي ملكة خاص الفقراء والمساكين فعلينا النجد بقول الكلام ده الوقت علينا نستشعر كمعاملين في هذا المجال عظم المسؤولية اللي ملقاة على عاتقنا في الإنفاق كيفية الإنفاق وكيفية المحافظة على كرامة أصحاب الرأس المال الحقيين فنحن الخدم وهم المخدمين فنحن الخدم وهم المخدمين يبقى ملكية خاصة للفقير والأرمالة والمساكين ومال عام تحاكمنا عليه أو تحاسبنا عليه الحكومات النقطة التانية اللي بتخليني بردك أمنزعج ليه لأن إحنا في رسالتنا أن إحنا ندين رسالة تختلف عن رسالة تجارية عن رسالة استثمارية عندنا قيم تختلف عن قيم التجارة أو الأشياء الأخرى عندنا أخلاقيات أخلاقيات معيارية عندنا مهمة واضحة لبناء المجتمعات عندنا رؤية وأهداف بتحكم مصادة العامل فيها تختلف تماماً عن المجال التجاري والصناعي والعسكري والأمني اللي سعب بيتنزلوا عن هذه القيم هذه الأخلاقيات ما ينفعش أتعامل بنفس المعايير بتعامل في الأعمال التجارية النقطة الثالثة بخير بردك أمنزعج أيضاً هي إيه هي أن المجتمعات الفقيرة دي كلها تنظر إلينا يا شباب على أننا نحن المخلصين نحن المخلصين لهم نحن الذين نحاول أن ننتشلهم من شظف العيش عناء الحاجة مدلة السؤال ضعف النفس كسر الخاطر تكشف عورتهم هوانهم على الناس ازدرقهم من الغريب والقريب وهم لا حسيت لهم هذه نظرتهم إلينا فكيف وهذه النظرة أن نتنافس بين بعضنا البعض هذه التنفسات الغير كريمة وغير شريفة نقطة الرابعة نحن بالنسبة لهم هم يعتقلون أن نحن رسل رسل الله سبحانه وتعالى ورسل أنبيائه ونحن من المقربين لله سبحانه وتعالى ونحن من الصحابة نجيل الصحابة ونحن نجيل حواريين إلى آخر فهذه نظرتهم إلينا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أن يكون التنفس بنا هذا التنفس البغيط كل المبادئ دي نحن نعلم عنها إن لم نلتزم بها كما تشايفينها هنا في واحد اتنين ثلاثة أربعة في ثمن نقاط أو ثمن واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في ثمن نقاط إن لم نلتزم بما نقوله من المبادئ فنصبح في مصاف هذه الثمانية تصرفات سيئة سنصبح في مصاف المنافقين إن لم نلتزم بما نقوله مصاف المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون المبادرين الذين هم من إخوان الشياطين مصاف أكدي أموال يتامة والأرامل بالباطل مصاف الذين يكنزون لأنفسهم الذهاب والفدة مصاف المفرقين للمجتمعات والمشاردين للأسر المشاردين للأسر للأسر مصاف المشائين بين الناس بالزور والباطل عشان علينا نعمل منافسة نخلص منها مصاف النمامين المغتابين الأكلين للحوم الموتى من ذويهم مصاف الناشرين للأكاذيب والبوتان والفل وأخيرا سنصبح في الدرك الأسفل من النار نصبح حجارة جهنم والعياذ بالله وغيرها من سوء خلق وفساد مسيرة لا تماشى مع أخلاقيات ما نقوم به وبقى هل نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن ما نعلن عنه لا يجعلنا تماما لتنافس مع بعضنا هذه المنافسة الغير شريفة تنافس بس يكون لي قواعد ويكون لي أبجديات ويكون لي قطر منها يكون التنافس بيننا وبعض مكون لأدورنا مع بعضها أنا حشتغل في المنطقة دي في القرية دي وانت تشغل في القرية الهناك أنا حشتغل في الميا انت حشتغل في الصحة أنا حشتغل في التعليم انت حشتغل في الزراعة وهكذا مكمل لأدور الجماعات الأخرى يبني المجتمع يبني أنا وانت بنبني المجتمع انت بتبني في المجتمع أنا هعمل كفاءات بشرية أنا هتضرب السبب تقول لي طيب خلاص أنا حرفع الوعي المجتمعي أو أنا حرفع اللي هو المحو الأمية أو الجهل والجهال إلى آخر نكمل بعضنا ونبني المجتمع عايزين نبني المجتمع مع بعضنا يكون احنا والمتنافسين كلهم بيحافظوا على من على كرامة وخصصية والمقدرات الفقراء اللي هم أصحاب المال وأصحاب الملكية المؤسسية لكون احنا كلنا بلا استثناء ونحقق لهم الأمال والأحلام اللي هم بيحلاموا بيها لكون احنا كلنا مع بعض في المجالات المختلفة بنعزز لهم قدراتهم وقدم لهم الحلول المناسبة للمشاكل بوجوها لكون احنا كل هذا يكون مبني على مد الجسور قابل الجمعية دي واروح للجمعية دي وابن شراكة مع الجمعية دي إلى آخري إلى آخري نكون احنا كلنا جميعا نقطر للسياسة لكل هذه الخطاعات الخارية الإنسانية والمجتمعية والعقلية ده التنافس اللي احنا عادينا نعمله تنافس من أجل المصلحة العامة أما التنافس من أجل أقطع رعبتها كنت أقطع رعبتي هذا بغيد 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 شكرا يا شباب على هذه النقطة والذي المشكلة الأولى مشكلة التانية التقليد والعرفوية في أغلب المؤسسات الخارية والأسف يعني والبعد عن العربية ده شيء موجود عندنا في غالبية المؤسسات العربية والإسلامية سواء كانت في الغرب أو في الشرق ليه بقى؟ ده بيؤدي ما زال العمل العربي الخيري والإنساني المحطة الموجود في الغرب والمجتمع بيعاني من التقليد في الأداء والرتابة في التخطيط والجمود في التقدم ثلاث حاجات ثلاث محاول تقليد في الأداء كل واحد بيقدم التاني يعني أنا فاكر أن سنت أف سمسة وسائلنا ما عملنا مشروع الأضاحي وجبنا بعض الأحاديث عشان أضاحي الجماعات الأخرى عملوا نفس المشروع بنفس الأحاديث بنفس حتى صياغة الكلام طب في أحاديث أخرى في صياغة أخرى لا هي هي لو كانوا عايزين كانوا نعملها بنفس الصورة بتاعة الخروف لها ده وإحنا كانوا نحطوها ليه بقى ليه التقدمية والعفوية دي بتحصل نفس البشرية بتكون مطمئنة للمتعرف عليها للمتعرف عليها خلاص يعني غير المؤسسات والجميات بتقيس النمو بالدخل المادي بالأسف يعني كثير من هذه المؤسسات بتعتمد على أهل الثقة اللي احنا عارفينهم وأصدقائنا واصحابنا ومعارفنا وده خطر نمرة 4 بنهمش دور الشباب وبنهمش دور النساء وهمشوا دور معانا نمرة 5 ما بنشركش أصحاب الثقافات والقيم والأخلاق والأديان الأخرى مش عايزين إحنا بس والمجتمع يسعنا واسع الجميع نمرة 7 أو 6 بنهتمل على خطاب الدين العاطف اللي الداخل تغير عاطف الناس علشان نجيب تبرعات فقط نمرة 7 بنهتمل بنهتمل بقضايا فقط قضايا بتاعتنا فقط طبعا هي قضايا محورية لكن في قضايا محورية لأمم أخرى ودائما أنا أكتب كل مرة أتكلم معاكم عن قضية اسمها قضية تكونغو الديمقراطية بيشقيها فرازافيل وكنشاسر قضية التصحر والجفاف في أفريقيا قضية المناخ اللي بتعم العالم كله قضايا الدول الفقيرة في أمريكا اللاتينية وغيرها أنا عارف في قضايا محورية عند المسلمين وعند العرب لكن لابد أيضا ننزل القضايا الأخرى اللي هي محورية عند الشعوب الأخرى العمل الخيري المجتمعي المحلي عندنا ضعيف ضعيف جدا لنا نهتم بيه وكمان في الغرب كمان لنا نهتم بيه تأسف يعني تأثر الجمعيات بالمناخ السياسي المحلي والإقليمي اللي في كثير من الأحيان متأثر بالمناخ اللي هو محاربة الإرهاب فبيقلص حريات بتاعت الناس عوضا عن إن هذه الحكومات تفاعل جمعياتها عشان تساعدها وتدفع عن الوطن بتقلص عملها وبتغلقها أنا أدي مثل حصل لنا في 2007 ملوكتب أحد المؤسسات حصل أزمة مالية كان إحنا ما بين فكرين فكري يقول لك اغلق قلص عدد والفكري التاني بيقول لك لا افتح في فرص وكمل كانت هذه المؤسسة لها مكتب سجل في بلد مرموقة زي كندا جمع التبرعات غالبية الجهاز التنفيذي اللي كان في ناس تقليدين كتير جدا أو ينغلق نغلق مش عايزين سيبك 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 في وناس مجموعة أخرى أو لا احنا عايزين مبلغ علشان نبتدي به مسيرة هذا المكتب الجديد علشان يزبح هو مدير للدخل فينا معا تعرفوا يا شباب ما بين 2007 و 2020 السنة اللي فاتت كانت المزانية كام السنة اللي فاتت كان مزانية فهذا المكتب اللي كان في كناديا وصل لـ 70 مليون دولار يعني حسابنا الدخل العشرة إلى 15 سنة دول من الاستثمار بتاع المئة ألف دولار لو ساعة الناس بتقوله اغلق ولو بقول يفتحه نجد إن المؤسسة دي دخلت ما داخلنا عن 400 مليون أو 300 مليون دولار من 400 مليون دولار لـ المؤسسة لخدمة الناس في العالم كله ولو احنا استمعنا مشينا ورنظرة الإغلاق كان مفيش 300 مليون اللي هو مجادة نجم على 10 سنوات لكاته دي حاجة عادة موجود كانت مجتمعية تنسخية سواء كانت من الحكومة أو من جمعيات نفسها لابد يكون في تنسيق لابد يكون في تواصل ما ينفعش ما يفعش لبقى أنت في الحارة أو في الشارع أو في القرية وإنتوا يتنين بتعملوا نفس المشروع مش عارفين أنت بتعملوا إيه يبقى في إهدار للمال تأثر الحكمات بمنظومة المسلفة بعرفينهم والحرب وعالإرهاب زي ما أنا قلت قبل كده والبنوك والأفراد والناس خايفة خايفة أنت برا حتى الأي جمعية عربية أو إسلامية أن بعض التقدير بتيجي عدم اتباع سياسة الإحلال القيادية والتدولة السلطة أنا هنا إلى أن أموت سواء كان رئيس أو مدير أو رئيس قطاع أو إلى آخر عدم نفتاحها لآخر سواء كان مؤسسات محلية كانت إسلامية أو الأسلامية أو مؤسسات دولية في بعض الدول اللي هم نتكلم عنها ممنوع قال منع باتا أن تعمل هذه المؤسسات الوطنية في المجتمع الدولي الخليجي خلاص فلما بيحصل كده هبقى كل عام بتاعنا تقليدي معافوي الأمر الأخير وليس الأخير اللي هو إيه اللي هو الضعف ومظموط طبيعي يعني الحكومة نفسها ما بتهتمش بالتطوع في كتبنا هذه الملدان دي أمور كتيرة منها انشاء الفساد الحكومي والزياد معدلات البطالة أنا بقولك أنا أنا ما عنديش وظيفة أتطوع لك إزاي الزياد معدلات الأمية والجهل وخفاض معدلات تلك المجتمع عند المواطنين قلة الإنفاق على القطاعات الخدمية الاجتماعية اللي هي الصحة والتعليم إلى آخره مع قصة الإنفاق على القطاعين الأمنين العسكري يصابة الشباب بالإحباط وازدياد معدلات عدم الانتماء الوطني بين تواقفهم المختلفة كل هذه الأسباب وغيرها تجعل فلسفة التقليد هو الحل التقليد هو الحل هي أنسب الفلسفات المحافظة على استمرار وجود المؤسسات حتى وإن ظلت تعمل بنفس الوطيرة كي لا تصطدم بالأنظمة الشمولية الأمنية أو العسكرية التي تحكم هذه البلد ولكننا منها نتحدث عن التقليدية والعفوية ولهذه الأسباب المشكلة الثالثة الجمود الفكر الجمود الفكر نجد أن إحنا في بعض المجتمعات الناس وقفة زي ما هي متجمدة دخل دخلت دخلت التلاجع والعالم بيتحرك حولها من شرقه وغربه وشماله وجنوبه والدول بالتقدم وإحنا عادين زي ما إحنا ما حالك صر ليه حالة الجمود دي حالة الجمود اللي موجودة عندنا دي في المجتمعات أو في المؤسسات نتيجة الحتمية لك هذه الأسباب أرجع أقول تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ولن أمل زي ما قلتلك قبل كده وجود مناخ سياسي قمع تفرده أنظمة شمولية يؤدي إلى أول حاجة توقف أو تعطيل مبدأ الاجتهاد إبداع ليه وقفوا نتجين عن انتشار معدلات الخوف والريبة من السلطات المواطن المواطن مش عارف بيكلم نفسه خايف حد يكون يجي ياجم عليهم من دجال الأمن يبصر التليفون بتاعه وليه حد صورة لحد ياخده بزي ما بيحصل فتي جدا من البلاد يبقى الشاب ماشي في الشارع أو الشابة يطلع لها واحد كده مش عارف زي عفريت عفريت مش عارف إيه ولها يديني التليفون بتاعك تاخد التليفون لها عاملة صورة واحد قال نكتة على رئيس الدول بس ياخدوها في السجن يبقى المناخ السياسي القمع اللي يتفرض لأنظمة الشمولية وليه بالتالي يؤدي إلى ازداد توقف أو تعطيل مبدأ الاجتهاد والإبداع النتجين عن تشارم معادلات الخوف والريبة من السلطات المراقبة المواطنية موجود 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 اعتلاع منابر العمل الخير الإنساني والاجتماعي على عديد من الفئات التي لا تدرك مساراته وسياساته عنده فلوس بيطلع يعمل له جمعية هذه القطاعات منهم رجالي الدين يعتبر فقط على اقتباط دينية فبياخدوا فلوس من الناس مش حالف يعملوا بيئة يعني أسهل حاجة يا شباب تعملوها تجمع التبرعات بالأحاديث والآيات والإنجيل والطورة والآخرة وأصعب حاجة تحولوها لمشاريع وأصعب وأصعب تحولوها هذه مشاريع مشاريع تموية ثم تقص الأثر ثم 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 نحن لا نستطيع ضد الدين أو رجالات الدين لكن لابد أن تفهم أن العمل مجتمعي لابد أن يكون له فرسانه أو فوارسه من النساء والرجال ونستعين برجالات الدين في بعض الأمساء فيه نمرة واحدة نمرة اتنين في هذا المنبر في بعض المندسين تجار الحشيش والدعارة واللي كذا واللي كذا واللي كذا عندهم مليارات بيعملهم جمعيات خيرية علشان يغطوا على البلاوة بتاعتهم علشان يغطوا على البلاوة بتاعتهم والحكمة تبقى معهم باللي آخر بيعملهم جمعيات بيعملهم جمعيات فالجمعيات يطلع المحسن يروح يحجره مرتين تلاتة ويطلع لكن هو الأصل لكل المال ده حرام فحرام فحرام وهو بيدن يفسد المجتمع يفسد المجتمع ويفسد مخدراته ويضيع شبابه وبيدن أخرى يتبرع بفتاة المال عنده في أخرى أسباب أخرى نتكلم فيها قوانين حكوميين المعاوقة قوانين صعبة أنا أعرف أن في بعض البلد عشان تاخد تصريح لعمل نشاط أو جمع تبرعات يا صلاة النبي شهر واثنين وثلاثة يبقى الحدث راح عليك النقطة اللي بعدها أن بعض الحكومات الشمولية دي بتدفع إما بتوظيف بعض رجالاتها السياسيين أو الأمنيين أو العسكريين داخل هذه الجمعيات أو على الأقل اللي بتحطوهم في مجالس الإدارة عشان يتحكموا في مصار هذه الجمعيات نقطة اللي بعدها من الأسباب عدم قدر المبادرة أنا عايز أنظف الشارع اللي قدامي يقولك لا ممنوع راح خد إذن لمبادرة أنا عايزة أعمل دوري ماتش كرة قدم أو كرة سلة أو لا عايزة أعمل رحلة للشباب لا كل ده بيجعل الشاب والشابة يخاف ويروح الوزارة يقولك عام هايحطوا اسمي في ايه في الملفات ويعودوا دوروا عليها عدم قدر الشباب والمواطنين على العمل مبادرات على مستوى الشارع أو الحي إلا من بعد الحصول على موافقة إحنا هنا عايشين في الغرب كل شيء مباح ده اللي في دولة في إدارات أمنية موجودة بترأي بالعمل ده حدش بيقولك لو أنت نزلت الشارع نضفت الشارع خد إذن من من وزارة من وزارات أبدا ده اللي بيحزن الواحد وده اللي بيخلي الجمود ييجي خلاص اقول لها خلاص مش عايزة اجتهت خلاص أنا كنت ليا زميلي الله يرحمه الدكتور اسماعيل رحمة الله عليه مات كان عنده تليف أو بيسمون ايه التهاب الكبد الوبائي كان بيقولنا لما بنزل أو دولة معينة بخلع رأسي أمنع التفكير أخرج منها أحط رأسي مرة تانية على المجد حتى وأن كانت هذه المبادرات نحن بطلع عليك يا دكتور اسماعيل ينزل تجميع الأموال أو منصة أحد القضايا الشعوب ويا فقط لعمل نشاط ثقافي بيئي مناخي نظفة الشوارع المتشكورة كشفي خلوي نوزها كل هذه الأشياء يقول لك لأ لازم تروح روح خد أز ليه الخوف ده ليه الروح بين أنتم عايشين في الشباب ده النقطة اللي بعدها الجزر الخبير الحكومية داخل وزارة ضعيفة جدا ضعيفة ما عنداش القدرة على التأهيل والتدريب والإعطاء التلخيص يعني أنت بتدي تلخيص لجمعية ما عندكش قدرة على تأهيلها وتدريبها ولا مرقبتها حتى في بعض الحكومات دول أو كثير منهم بيخافوا من التواصل بين الجمعيات المحلية بعضها وبعض أو بينها وبين الجمعيات الخارجية يقول لك الجمعات الخارج دي بتجيب أموال مشبوهة ويعنديها أجلنا مختلفة ضد الدولة وضد الوطن وضد الدين وضد الثقافة وضد كل حاجة ديما لك كلمت في نقطتين اللي جيندون الأبحاث والدراسات مش موجودة مش موجودة أنا دلوقتي شعري خلاص راح وأنا برجع مرة أخرى ومش موجودة حتى عند كتير جدا من مؤسسات اللي تدعي إنها مؤسسة بتخدمها في الغرب من العالم الإسلام مش موجودة ولو كانت موجودة يبقى بين السفاء فتات 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 المزانية حاجة تزعل حاجة تزعل حاجة تزعل هيقول الكلام ده يقول إيه حتى المؤسسات اللي موجودة من العالم العربي من العالم الإسلامي في الغرب هذه الأمراض موجودة في كثير منها النقطة لبعضها في بعض الأنظمة السياسية الشمولية بتكرم رموز مجتمعية فاسدة هذه الرموز هي بتسرق مبادرات الشباب وبتنسبها إليهم ومع ذلك هذه الدول الشمولية والأنظمة الشمولية بتكرمها تبتخلق مشكلة مشكلة عند الشباب اللي بيحبط وتطرف ومشكلة عند المجتمع اللي يعرف أن هذا الرمز فاسد ومع ذلك هو اللي بيقف يعطي المنصة علشان ياخد الجائزة أو ياخد التكريم تفرير المجتمع عمل الاجتماعي الخير الإنساني من مضمون رسالة بتاعته هي رسالة بتاعته معامل الخير الإنساني هي التمكين المجتمعي لبناء المجتمع والأبناء المجتمعات تمكين لأمرين أن ببني مجتمع بأياد أبناء المجتمعات تفريغ محتوى العمل الاجتماعي الخير الإنساني من مضمون رسالة التمكين المجتمعي لأبناء المجتمعات المحلية الفقيرة ومهمشة الأخيرة اللي هي اتهام أو إضعاف مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والمؤسسات العقية يعني المؤسسات العقية هذه كلها متهمة متهمة إلى أن تثبت العكس ويتبقى مصيبة صدرة لأنهم يأخذوا فلوس من أي مؤسسة أجنبية إن هذه المؤسسات الأسباب وغيرها وأقل منها كفيلة بوقت مبادئ التطوع والاجتهاد والإبداع والتجديد والتطوير والتغيير التقدم والإحلال القيادي وبعث أرواح الحياة من جديد داخل أفئات الشعوب والمجتمعات كل الحاجات دي موجودة أو موجود بعضها أو كلها في بعض الجمعيات والأسف ودي المشكلة التالتة بتاعة الجمود مشكلة الرابعة البناء المؤسسي عندين نبني مؤسسة دي ما بنبني بيت يابد نبنيها صح سيطرة على المؤسسة من بعض الأفراد إنهم تقليديين والتوافق هم بين الهيكل الإداري والأسفة ثلاث مشاكل في مشكلة واحدة ما هو البناء المؤسسي أنا ذكرت هنا خمس نقاط أو خمس استفامات أو خمس سبسرات هل البناء المؤسسي هو الهيكل الإداري للسلم والوظيفة فقط أو المجالس للدارية الرقابية العليا المسؤولة أمام الجهات الحكومية والرسمية فقط أو الأهداف والرسالة والرؤية والمهمة والثقافة والهوية والمؤسسية أو السياسات والقوانين والمعايير والأخلاقيات والمرجعيات ووسائل الحكومة والحكام الرشيدة أو المشاريع والبرامج والشراكات والتحالفات والعلاقات الخارجية والانتشار الجغرافي والتطوير الماني وزارة الدراسات والأبحاث المناصرة والدفاع عن قضايا الإنسانية العادلة وبناء خدرات العاملين فيها ونقل الخبرات لمؤسسات أخرى وبناء قيادات التغيير الشعبية إلى آخر هل؟ لا هي كل ده وغيره كمان ده بناء في كل حاجة كأنها كانت بناية عمارة كبيرة جداً فيها مثلاً 100 دور وفي كل دور فيه 10 شعر في كل شعر في تحص مختلف لكن الهيكل بتاعها هيكل يسمح بوجود كل هذه التشكلات داخل العمارة نفسها أو داخل بناءة نفسها ده بناءة مؤسسة النقطة التانية تيطلب بعض الأفضاء على الأنشادة والتمويل يعني إيه الكلام ده؟ يعني فيه أجواء عمل وثقافة غير صحية داخل المؤسسة دي نتجة إزاي؟ نتجة لأن احنا ما بنهتمش بالتدريب وبناء خدرات الموظفين ما بنهتمش بوجود وصف ووظيفي لكل موظف وكل قسم بنهتم فقط بالتوظيف التقبيدي للموظفين يعني توظف أنا عرف موظفين يعني موظفين إلى الأبد لا في تدريب ولا تأهيل ولا أخير التوظيف التقبيدي للموظفين دون وجود عقود تحدد الفترة الزمنية للموظائف التعيين بيكون بطلق تقليدية الودية الأخوية المبنية على ثقة من نعرف وليس أهلية وكفاءة الموظفين في داخل مؤسسة النساء لبعض الأشياء اللي بتجعل من هم الأفراد اللي بتحاكموا هم بعض بعض هقول للناس لنها ذكرتهم عدم التجديد والاجتهاد ليه؟ لأن الموظفين خايفين على وظيفهم لأنه جبت الشاب ده أو الشابة دي هياخد وظيفتي نموه فرصفة جديدة بقى تبعوا تليني أنا حتى في الغرب أنا بقول لكم في الغرب مش في الشارع سيبوكم من الشارع هي بقى التصنيف الجيد ده تصنيف الفكري أو العرقي جغرافي يعني إيه؟ يعني الجدع ده سالفي الجدع ده لبرالي الجدع ده علماني البنت دي مش عارف صوفية البنت دي مش عارف جماعة إسلامي واخد بالك الشاب ده مصري مع المصريين أو باكستاني مع الباكستانيين أو هندي مع الهنول أو بنجدشي مع الباكستانيين وهكذا شفت نسينا المؤسسة وده خلنا نتفرج على أشكال الناس يبقى إيه؟ التصنيف الفكري أو التصنيف العرقي جغرافي مرض مين هم الأفراد التاريخين بقى نتكلم عنهم بقى عشان هم دول اللي هم نتكلم عنهم في النقطة التانية اللي هم اللي بيساطروا عن النشاط اللي هم المؤسس التقبيدي زي حالاتي أنا كده من المهد إلى اللحظة الرئيس الباقي إلى الأبد ما يمشيش هو رمانة المزام بتاعت المؤسسة نتكلم عنه المدراء اللي هم الواحدين قاعدين المدراء اللي تتعلم عنه لو مش المدير ده يبقى المؤسسة هتختل هتبقى ماشي كده عرجاء هم اللي هم محافظة على القيم وأخلاقيات والثقافة ورسالة وأداف ومسلط مؤسسة وبدونهم سوف تضيع المؤسسة ياه وينفرط يأخذها فالتأبيد تأبيد بقى أسمعوا الحتة دي يا شباب فالتأبيد أصبح رسالة منهجية يتسطر من خلفها بعد ضعاف النفوس خلاص وإن أحسننا الظن بهم فهم قليل الحيلة حسن النواية خلاص هنكلم حسن النواية يا سيد لكن سياسة وثقافة التأبيد مرفوضة 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 أصبح التأبيد رسالة منهجية يتسطر من خلفها بعد ضعاف النفوس سواء كانوا بحسن النية أو بسوء النية ده النقطة التانية نتكلم فيها على الأفراد للأسف بعض هذه الشخصيات التاريخية قد تتحكم في جمع المال لأنها اللي عندها علاقة تاريخية مع كثير من المانحين التقليديين فما بيدوش المال إلا لهم هم يبقى حنا نتكلمنا في النقطة الأولينية اللي هي البناء المؤسسي نتكلم ستطلب بعض الأفراد على أنشاطه وتمويل نتكلم النقطة الثالثة اللي هي ضعف التوافق بين الهيكل والأهداف قدمني هيكل جميل في كل حاجة لما تشوف كده الهيكل بتعامل مع مؤسسة كبير جدا لكن لا يتوافق مع المؤسسة وأهداف المؤسسة لأن إدارة الهيكل بعيدة كل البعد عن أهداف فرصات المؤسسة لأن تواجزت الفئتين ألفوا به داخل بأي مؤسسة اللي احنا قلنا عليهم دول أو بعض أفرادهم داخل مؤسسة فسوف تصبح النتيجة الحتمية ومتوقعة هي ضعف أو عدم التوافق بين هذه الهيكل الإدارية وأهداف المؤسسة هتبقى ماشية كده زي اللي هو اللي هو اللي هو انتراكب عربية يبقى العجل اليمين ماشية في اتجاه العجل الشمال ماشية في اتجاه واحد والعجل الورق درب فرامل مشكلة الخامسة الشباب هي الخير دا ما كنتش فاهمة أنا يعني كنت حتى كلمت مصطفى معاد قلتولي يا مصطفى قال لي نعم شاب جميل هو في إدلب مدرسة دا العبار الولادكم قلتولي فهمني دي ايه دي فاشرح حالي يعني احنا بس مهتمين بالنحية المادية داخل مؤسسة المال مال مال واصبح هذا والاسف سائد في الغرب وفي الشرق ما تجيش تقول لي هنا المؤسسات اللي في ايطاليا وامريكا وفرنسا وبلجيكا وولندا ولمانيا وكندا لا بردك في عقليات بنفس المفهوم وابدك اصبح هذا والاسف سائد خاصة في مناطق الصراعات المسلحة وبالدرجة الاولى ليه بقى قصة اعدادنا النازحين واللاجئين حداست خاصة منزل القضية السورية وقلة خبرة الجامعات المحلية العاملة في مناطق الصراعات المسلحة وقلة اعداد الكفاءات البشرية المدربة في هذه المناطق عشوائية الفكر التقليدي الكثير من المنحين اعتماد الجامعات المحلية على بعض المنحين التقليديين في جتمع الأحيان عدم خدرة الجامعات المحلية على تنويع مصادر الدخل سورة تسويق المشاريع الغاسية سهل جدا ان انا اسوق مشروع الغاسي تقليدي ليه لانه سهل في التصوير في الكتابة الى اخر عدم قدرة او استيعاب الجامعات المحلية لفكرة مزومة التطوع مش قادرين يستوعبوها وخاصة المنحين اللي هم التقليديين عدم اقتناع الكثير من المنحين وخاصة التقليديين منهم بايه بقى اسمعوا حتى دي لانه دي اللي عملاني مرض داخل جسمي يقرقني ليل نهار عدم اقتناع الكثير من المنحين وخاصة التقليدي منهم بالانفاق على المصريف الادارية الدورات والولايات التدريبية لبناء خضرات العاملين الاستثمار في البحث والدراسات تنظيم المؤتمرات والفعاليات الانسانية الاجتماعية الخارية تنظيم الحاملات الاعلامية الانسانية لرفع درجة الوعي المجتمع على المواطنين عمل دراسات لقياس اثر تنفيذ المشاريع والبرامج على المجتمعات التي عملنا بها بناء الوقف المؤسسي الاستقرار ودعم عمل الجمعيات بناء الجسور والشراكات والتحارفات مع الجمعيات المحلية والمؤسسات الدولية وغير ذلك من انفاقات او انفاق قد لا يراه المانح او الجمعية حديثة العهد بالعمل في دي المناطق انها حديثة العهد ولان المانح ده مش هو انتشار مفهوم الخير المادي الذي يعتمد فقط على المال بدون الموارد الاخرى كالتطوع او البحوث او التدريب ومشاركة وعدم توفر التمويل اللازم لإجراء البحوث والدرسات يؤدي الى خلل في الانفاق خلل في الانفاق قد انفاق ازاي ماذا يعني هذا معنى بطن الشاعر بمعنى ايه ان المسؤولين في كتير جدا من المؤسسات بيهتموا فقط بجمع المال تنمية المالية عوضا ان يدعوا رؤية متكاملة لتنمية الادارات الاخرى في ادارات اخرى في المؤسسة يابد ننميها فكل اللي اللي بيعملوه هو ايه حملات تبرعات جمعات تبرعات حملات اعلامية تلوجية نجوم كفاية نجوم عشان نجيبهم مشهورين توزيف العديد من المستخدمين في قطاع واحد فقط وقطاع جمع المال او تنمية المال وده قد يصل الى خمسين في المائة واكتر من مزانية المؤسسة ونحن بصينا مع هؤلاء الناس الى الادارات الاخرى اللي عندها نحضراش على الادارة المشاريع والتنمية المجتمعية الحسابات والمالية تنمية الموارد البشرية التقيق الداخلي والمراجعات القانونية اللي ممكن ما يكونش موجودة أصلا في المؤسسة كياس الأصلا والتقييم اللي ممكن ما يكونش موجودة في المؤسسة الأبحاث والدراسات اللي ممكن ما يكونش موجودة في المؤسسة المنصرة والدفاع والتقril ممكن مكونش موجودة في المؤسسة التدريب والتأهيل المؤتنات ممكن مكونش موجودة في المؤسسة من想 الجسabilities والشركات والتحافات ممكن مكونش موجودة أيضا الأرشيف والتوصيق ممكن مكونش موجودة التبكية المجتمع المجتمعات في CONEN فاحنا عندنا هنا نظرنا في الحداشر إدارة motherboard الاخرى على إدارة جمع المال قلنا أن تكون مثلخفل 50% وهنا في الحداشر إدارة أخرى يمكن تمانية مل quanium مش موجودين ان دولي من 50% دولي من 50% يعني ادارة واحدة 50% و11 ادارة 50% تمانية من هذه ادارات ممكن تكونش موجودة اصلا في المؤسسة والاسف يعني فعلمة يا شباب وحطواها دي حلقة فوضنه كده ان المال فقط غير كفيل او كافي لبناء وحماية المؤسسات ان المال فقط غير كفيل او كافي لبناء وحماية المؤسسات وافترضنا ان الجماعة المؤسسات تمانية 50% من ميزانية على ادارة التنمية المؤسسات المادية فان البقل الميزانية ستصرف على 11 ادارة اخرى شايفين عدم التوازن لان الفكر منكفئ ومقلوب رسالتي الاخيرة بقى للشباب بعدها ما ايه متعبتكم شوية يعني رسالتي الاخيرة لكم تحدثت معكم يا شباب في دي الحرقة عن خماسية اخرى لا ابعاد مختختلف عن تلك التي اتناولناها من قبل سأرجح بهذا الترتيب العقيم ما بين منظومة ضعف البناء المؤسسي التقليدية والعفوية الاصابة بحالة الجمود الفكري التي اصبت المؤسسات انتشار المفهوم الخير المادي غير من نفسها الشريفة لذا بعض المؤسسات فان اردنا ان نرسم لهذه المنظومة هرما فسوف يصبح قاعدة الهرم هو ضعف البناء المؤسسي واسوأ ثماره هي المنفسة الغير شريفة بل مؤسسة ايها الشباب الحر الوعي ان المجال العام كل هذا حننعم في مجال عام ان يتودون ان تعملوا في متجذرة جذوره جذوره لألاف السنين حاجة مش جديدة من الخلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الفسيح وعده اعدادا يتناسب مع قدرات الانسان لذي سوف يعيش في خليفة لله سبحانه وتعالى فهو ليس مجالا جديدا اكتشفه انسان العصر الحديث من ابناء المشنق او المغنى لا ده من زمان من ألاف السنين المجال العام بدأت فيه نسج خيوطي مجالا عام بدأت في نسج خيوطي مجتمع مجالا عام بدأت في نسج خيوط مجتمعاتين معرفية كافة الخلق قبل الانسان التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتعد هذا المجتمع الكوني لاستقبال الانسان مجال عام ده ارادن غابات نوائل نباتات اغصان اظهار ثمار قطفات اشجار تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها مجال عام عاشت فيه كافة خلق متجانسة في مجتمعاتها مع بعضها البعض ومتجانسة مع مجتمعات الخلق الأخرى وفق نموس كوني بديع وضعه الرحمن الرحيم بعباده والعلم الخبير الذي يعلم خيئنة الأعين وما تخفى الصدور وهو يدرك الأبصار وهو يدركه الأبصار مجال عام اسمعوا الحتة دي مهمة جدا 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 تعلم فيه الإنسان من الغراب كيف هيوالي سواءت أخيه هيدفنه كموارده في قصة قتل قبيل لأخيه هابيل أولاد آدم عليه السلام وأصبح الغراب داخل هذه القصة معلم الإنسان كيف يدفن النواطة وذلك مما تعلمهم من قرنائي الغربان في المجتمع الغربان مجال عام صارت فيه حيوات كافة الخلائق داخل ناموس الحياة الأعظم الذي ينظم به الخالق مسئلة هذه الحياة الخالدة داخل هذا الكون الفسيح المطرام الأطراف إلا أن ينت الخالق سبحانه وتعالى الخلائق والخليقة ومن عليه هذا هو المجال العام تحدث عنه عام العام في المجال العام أيها الشباب الواعي مجال سبقتنا فيه المجتمعات الأخرى التي تعلمت فيها الخلائق خصائص مجتمعية مبدعة ومحافظة على كينونة بقاء مجتمعاتهم ومنها مجتمع غراب قابيل مجتمع نملة وهدود سليمان عليه السلام مجتمع كلب أهل الكهف رضي الله عنهم وعليهم السلام مجتمع حوت يونس عليه السلام مجتمع الطير الأبابيل وأبره مجتمع مجتمع تنظيم النخل البديع وقصة البقرة التي أفض الله لهم سورتين كماتين في القرآن وغيرها من مجتمعات تعلمت الإنسان كيف يبني مجتمعاته داخل المجال القدمي العام أما عن البناء الهرمي الخماسي الذكرة لكم فقالتون تكون مدراجة الأولى مبنية داخل مناخ تتكاذب فيها هذه السواب المناخ اللي حيكون نبني فيه أو نضع فيه أساس مجتمعنا مناخ لابد أن نحدث هذا المناخ ثوابت هذا المناخ هي الفكرة والفلسفة والعقيدة والثقافة والقيم والأخلاق والتاريخ والعداد تقريب تسعة ثوابت على أساسها نضع أساس بناء هذا المجتمع أو بناء هذا الكهن أو بناء هذه المنظومة بديل ثوابت المناخية نستطيع أن نحدد الأراضي لنت سوف نرسي عليها أساسات البناء المؤسسي لنت سوف نقيم عليه الهياكل الإدارية المؤطرة لمسيرة هذه المنظومة لابد أن نحدث المناخ لابد أن نحدث لأن هذا المناخ النسبات قوة تماسك أساس البناء المؤسسي لتناسب تناسب عكسي مع هذه الرباعية من استمار اللي احنا قلناها قبل كده قلناها قبل كده قبل كده العفوية والتقليدية والجمود والخير المادي النسبات وقوة وتماسك وأساس البناء المؤسسي لتناسب تناسب مع هذه الرباعية من استمار السيئة لنسا تنتج الهياكل الإدارية الضعيفة لهذه المؤسسات من التقليدية العفوية الجمود الفكري انتشار المفهوم الخير المادي وإننا سوف يصلون إلى أساليب المنافسة الغير الشريفة بين الجمعيات حتما للتكامل الحاج بين المناخ اللي احنا تكلمنا عنه من قبل والأساس هو الذي يحدث هذا التوافق بينهما لإثمار الثمار الصالحة التي تحتاجها المجتمعات يبقى هنا في مناخ كلمنا عنه أقوله ثاني كلامنا عنه اللي هو في الفكرة والفلسفة والعقيدة والثقافة والقيم والأخلاق والتاريخ والعطوة والتقاليد وفي أساس هنتكلم عنه دلوقتي دعونا ننظر إلى بناء هذه المجتمعات نظرتنا إلى كافية إقامة البناءات الأسرية يعني إحنا كأننا بنبني الكهنات المجتمعية كما نبني أسرتنا كما نبني مؤسسة المجتمع ده كيانت آخر دولة كل هذه الأشياء تعتبر أننا نضع فيها الأساس العلاقة ما بين المناخ وأساس بناء الأسر والوطن والمجتمع والدولة فقائم على دعونا ننظر إلى بناء هذه المجتمعات نظرتنا إلى كافية إقامة البناءات الأسرية والأسر مجتمع والمؤسسة مجتمع والدولة مجتمع والوطن مجتمع وإن بناء هذه المجتمعات قائمة على نفس القاعدة التي تحددها علاقة من المناخ نكلم عنه بالأساس فكيف نضع هذا الأساس السليم لبناء هذه المجتمعات مش ممكن حنعمل هذا الأساس إلا إذا تغفرت هذه الشروط لما كان شرط الستة أو لما نبدأ الستة أول حاجة دي بس تصريح في الأول كده قبل ما نبدأ إن أحداث تغيير مناخ المجتمعي أمر لا يسبب الساكل كما تصور الشباب بل هو منظومة عمل منظومة عمل متشابكة مع منظومات مجتمعية أخرى قائمة على السوابت التاريخية إيه بقى السوابت اللي وضع هذا الأساس السليم أول حاجة الترابط الأسري شأنها ما بين أمه وأب عمه وخالة جد وجد أطفال إلى آخر ترابط الأسري ودور الأسري في مسير بناء الانتماء الوطني والتماسك المجتمع دي مرة واحد معنا عايز نحط أساس المتنين دور وقيمة التعليم في المجتمع ومدح ترام العلم والعلماء من كانات الدولة وأبناء المجتمع التعليم بالنسبة لنا إيه أقل الميزانيات تنفق في كثير من الدول العربية والقائبة المسلمين على التعليم وتعليمنا نتحدث عنه هنا ليس فقط التعليم التقليدي الذي يصل إلى التعليم الجامعي بل هو أيضا التعليم التطبيقي المعرفي ليتعرض إلى أنواع أخرى من دراسات والثقافات والخبرات يبقى أول نقطتين اترابط أسري وقيم التعليم التالتة الحيز المناسب للحريات ما ينفعش ما ينفعش ما يكنش في حريات وجود حيزة مناسبة للحريات المدنية التسمح بالإبداع والابتكار والتجريب والتجديد والتعبير والتأثير والتقض والتفنيد والتحليل والتدقيق والتدوين والتأريخ وحرية الانتماء والولاء وغيرها من مجالات عامة يمارس في المواطن حرياته دون أن يخشع نفسه وذويه من بطش السلطة الحاكمة لابد من وجود هذا الحيز وهذه المساحة من الحريات المدنية عشان نضع الأساس الوعي وجود مستوى من الوعي والإدراك لدى المواطنين تجعلهم قدناها على التفكير وإبداء الرأي بحرية تصحيح مصار مسير تاريخ مين اللي بيكتب التاريخ مين اللي بيكتب التاريخ مين اللي بيكتب التاريخ المنتصر والمنافقين من الإعلاميين والكتبة والبحثين نقطة الأخيرة استقلال مؤسسات الدولة كلها من قضاء والتشريعية والنقابية والإعلام والدراما والأمن والجيش والتعليم والثقافة والدين والقيام المدني والصحافة والأدب عن السلطة التنفيذية كثير جدا من الدول نحن نعرفها دون ذلك الأسماء التتغوى للسلطة التنفيذية على كل هذه المؤسسات فيصبح الآمر الناهي فرعون أو هامان أو المستميل أو نامرود أو نيرون أو هتلر أو موسليني إلى آخره إلى آخره تتسبح بكية مؤسسة أو دولة الرجل الواحد في فرض نفوذة على مؤسسات دولة الوطن ستة مبادئ لبناء الأساس ستة مبادئ لبناء الأساس اللي هم التعليم والأسرة والحريات الوعي تصحيح المصاري وعاد كتاب التاريخ وإستقدار المؤسسات كل هذه الثوبة التاريخية يا شباب أصبحت من الضرورات أو من الثوابت المؤدية إلى منظومة بناءات مؤسسية قوية لا تسمح إذا استطعنا أن نضع هذه السداسية مع المناخ سنستطيع أننا نحارب التقليدية العفوية جمود الفكري انتشار مفهوم الخير المادي ومن ثم ظهور آفة التنافس البغيد والغير الشريف أطلت عليكم يا شباب وجزاكم بالله خيرا أخلف الله سبحانه وتعالى عليكم وشكرا وحسن استماعكم السلام عليكم وحبت لكم ثقافوا شكرا اشتركوا في القناة